الاهلي والتجهيزات الخاصة بمين الصفقات مين المدرسة اللي النادي الاهلي حيبص عليها في صفقاته اللي جاي علشان يعني اقرب لكم الى حد كبير الاهلي بيبص في انهي مدرسة الاهلي بعد نجاح تجارب علي معلول وبدر بنون ومدرسة شمال افريقيا باللعيبة العرب في المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب بدأت الفكرة دايما انه او بدأت الفكرة تتحول وتتغير لدى النادي الاهلي في تعقداته المقبلة الى شمال افريقيا فبنسبة كبيرة تدعمات النادي الاهلي اللي جاية في الموسم اللي جاي اللي هو بيذكرها من دلوقتي واللي هو عارف الراجل هو عايز ايه منها رايحة على مدرسة شمال افريقيا خاصة انه لو تبعت كده شوية مش هتلاقي الاهلي كان موفق في الاجانب الافرقة تحديدا يعني من افريقيا الصمراء بمعنى ادق تلاقي ايه بواليا ما كانتش موفق فيه باجي ما كانتش موفق فيه جيرالدو ما كانتش موفق فيه دي مش قاعدة دي مش قاعدة بس بيبقى ليه بقولك دي مش قاعدة لانه كسر القاعدة موجود كتير لان الاهلي ابليكا اتعقد او متعقد مع آليو ديانج و ديانج لعب سوبر يعني سوبر وجاب يعني على مدار فترات كبيرة لعيبة افرقاء كانوا ممازين لكن الواضح انه الاتجاه الاقرب خلال الفترة اللي جايه يبقى الى شمال افريقيا اشتركوا في القناة